موسيقى الشكل الجهاز الحين قاعد يتوجه قللك المياه موجودة على يسارك ويعطيك إشارة في الشاشة على أن المياه موجودة على اتجاهك نتيجة مباشرة لنوع المياه الموجودة هي مينيرال ووتر مياه معدن فعلا هذا المياه صالحة للشرب الموجودة عني في هذا المكان العمق هذا المياه الموجودة بين 80 إلى 100 متر نسبة كثافة المياه الموجودة عني هي 75 متر السلام عليكم ورحمة الله عملاءنا الكرام معنا اليوم أحدث جهاز لكشف المياه الجوفية والأبار طبعا هو جهاز أوميغا من مصنع جاكس تكنولوجي العالمي طبعا الجهاز صناعة حديثة تواصلنا من أمريكا حبينا نصور لكم هذا الفيديو ونعرضه أمامكم ونتعرف على جميع أجزاء الجهاز طبعا مكونات الجهاز قطع الجهاز بالإضافة إلى خصائص ومكونات الجهاز الداخلية رح نتعرف مع بعض على جميع هذه الأمور وآخر شيء إن شاء الله رح نقدم لكم فيديو تجريبي في الخارج على هذا الجهاز نتعرف فيه على مدى دقة وقوة هذا الجهاز خلوكم معنا تابعونا الأخير حياكم الله الآن قمنا بإخراج حقيبة الجهاز من الكرتونة الخاصة في الجهاز طبعا رح نستعرض مع بعض أول شيء قطع الجهاز الأساسية أول شيء رح نبطل هذه الشنطة طبعا عندي فيه الجهاز الوحدة الرئيسية للجهاز بالإضافة إلى جميع المكونات نتعرف أيضا على هذا الظرف اللي يجمع الجهاز طبعا اللي مكون من السيدي التعليمي الخاص في الجهاز بالإضافة ل اليوزر منول كتاب الاستخدام الخاص بالجهاز بالإضافة إلى كرت الضمان لمدة عامين الآن قمنا بإخراج جميع قطع ومكونات الجهاز وضعناها على هذه الطاولة عشان نستعرضها مع بعض من خلال هذا الفيديو ورح نبدأ بالشرح عن هذه المكونات والقطع أول شيء عندي طبعا الوحدة الرئيسية للجهاز طبعا الوحدة الرئيسية للجهاز هذه طبعا تتألف من أو بعض مكونات شاشة الجهاز الكريستالية أيضا بالإضافة إلى الزرار أو سويتشات الجهاز بالإضافة إلى مقبض الجهاز واللي يحتوي على البطارية طبعا في هذا المكان طبعا أيضا عندي مدخل الشاحن بالإضافة إلى مدخل السماعات رح نستعرض أيضا هوائي الاستقطاب العالي هذا خاص بالنظام الاستشعاري الكشف بعيد المدى عندي أيضا المستشعرات الهوائية عدد اثنين بالإضافة للمجسات الأرضية الخاصة بالنظام الجوفيزيائي بالإضافة أيضا للبكرات التوصيل عدد أربعة خاصة أيضا بالنظام الكشف الجوفيزيائي طبعا هي عبارة عن الكابلات اللي المدهمة بين المجسات الأرضية اللي نزرعها في الأرض إلى الجهاز لا ننسى أيضا نستعرض معاكم شواحن الجهاز عندي شاحن المنزل شاحن رقم اثنين شاحن السيارة بالإضافة إلى سماعات الجهاز جهاز أوميغا يعمل بعدة أنظمة جهاز أوميغا يعمل بنظام الكشف التلقائي بعيد المدى أيضا بالإضافة إلى نظام الكشف اليدوي بعيد المدى بالإضافة وأخيرا إلى النظام الجوفيزيائي الخاص بالجهاز يعني الجهاز يتألف من ثلاث أنظمة عمل الآن رح نبدأ بتركيب أول شيء نظام الكشف الاستشعاري الخاص بنظام الكشف التلقائي وبنظام الكشف اليدوي طبعا التركيب سهل جدا راح نمسك هواء الاستقطاب العالي بهذا الشكل ونوصله في الجهاز في هذا المكان بعد ذلك راح نركب الرادارات الهوائية الخاصة بالجهاز الرادار الأول بالإضافة للرادار الثاني يوجد عندي طبعا في الجهاز السماعات الصوتية بإمكاني استخدم السماعات اليدفون في حال ما حبي تكون الصوت خارجي فقط المستخدم نفسه هو اللي يسمع طبعا طريقة الاستخدام راح تكون بمسك الجهاز بزاوية 90 درجة وفتح هذا الرادار بهذا الشكل راح نستعرض معكم الآن تشغيل الجهاز وبرامج الجهاز الداخلية وفي نهاية الفيديو ترقبوا تجربة خارجية على هذا الجهاز فضلوا معنا السلام عليكم الآن بعد ما قمنا بتركيب القطع الخاصة بالنظام الاستشعاري بعيد المدى في جهاز اوميغا راح نبدأ بتشغيل الجهاز والتعرف على برامج أو أنظمة الجهاز التشغيلية بالإضافة إلى إعدادات الجهاز الرئيسي أول شيء نضغط على زر التشغيل لمدة ثلاث ثواني راح الجهاز يظهر لي شعار الشركة المصنعة بعد ذلك اسم الجهاز جهاز اوميغا ننتظر على الجهاز ثواني حتى يبدأ بالتحميل راح ينقني بعد ذلك الجهاز إلى أنظمة الجهاز التشغيلية طبعا عندي أول شيء نظام الجوفيزيكل نظام الجوفيزيائي نظام المانول سيرش نظام الكشف الاستشعاري المانول أيضا نظام أوتو سيرش نظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى أوتو سيرش عندي أيضا إعدادات الجهاز راح نتعرف أيضا على إعدادات الجهاز أول شي عندي اللغات طبعا متوفر عندي بهذا الجهاز أكثر من ثمان لغات من بينها الإنجليزية الفرنسية الألمانية موجود أيضا عندي اللغات العربية ممكن أنا اختار اللغة العربية بهذا الشكل راح الآن تتحمل جميع الأمور في الجهاز إلى اللغة العربية لكن أنا راح رجع الجهاز للغة الإنجليزية لأن هذا الفيديو نفسه اللي قاعدين نصوره ممكن يترجم للغات أخرى راح نختار اللغة الإنجليزية بعد ذلك ننتقل إلى الوقت والتاريخ في الجهاز الجهاز يظر لك أنه تاريخ اليوم هو 10.09.2019 عندك الوقت الساعة السابعة وثمان دقائق مساء أيضا عندي نظام الإضاءة في الجهاز ممكن أخفض الإضاءة ممكن أعلي الإضاءة إلى أعلى شيء أيضا عندي نظام نظام توفير الطاقة بالإضافة إلى نظام الصوت عندي في الجهاز طبعا نظام الصوت ممكن إذا ضغط بهذا الشكل سوينا كتم للصوت بهذا الشكل نظام احتزاز فقط لغير الحين الجهاز صار عندي على وضعية الصوت بالإضافة إلى الاحتزاز طبعا الجهاز موجود فيه خاصية الاحتزاز والحين نحن خليناه صوت بالإضافة إلى احتزاز ثاني شيء عندي الكيتون أزرار الجهاز ممكن أخفض الصوت حقها أو أخفضه ممكن أخفض الصوت أو أعليه عندي نظام الصوت الكشف ممكن أنا أعليه بعد أو أخفض هذا الشيء يرجع إلى حسب المستخدم نفسه ننتقل بعد ذلك إلى الباور مود في الجهاز الجهاز طبعا الحين موضوع على نظام البطارية العادي اللي هو نظام غير توفيري ممكن أنا أخليه على نظامه الباور سيفينغ رح أول ما نضغط على الباور سيفينغ رح نشوف شاشة الجهاز فورا انخفضت إضاءته علشان الجهاز يشتغل معانا عدد ساعات أكثر أو ممكن أنا أستخدم من نظام التوفير العادي اللي الآن الجهاز أساسا مثبت عليه ممكن أستخدم باور سيفينغ أو نظام الثاني طبعا الجهاز الآن يظهر لي أن نسبة البطارية موجودة عندي 81% الباتري في حق الجهاز معبئة بنسبة 81% أيضا عندي في الجهاز معلومات الجهاز موديل الجهاز بالإضافة لعدد الدقائق أو الساعات أو الأيام اللي يشتغلها الجهاز طبعا الآن الجهاز هذا جهاز جديد تونم طلعينه من الحقيبة الخاصة فيه مشتغل من قبل ثلاث دقائق فقط لا غير مثل ما شافين في هذا المكان طبعا لو كان عدد تشغيل في الساعات رح يظهر عندي في الساعات أيضا لو كان عدد تشغيل شهر كامل رح الجهاز يظهر لي هذا المده هنا في الساعات موجودة في هذا المكان طبعا أيضا عندي في الجهاز نظام السيكورتي ممكن أنا أخلي رمز بن للجهاز عشان ما أحد يقدر يشغل الجهاز إطلاقا إلا صاحب هذا الجهاز ممكن نخصص رمز بن عند تشغيل الجهاز رح يطلب منك إدخال هذا الرمز عشان يفتح معاك الجهاز بالإضافة ليه الريسيت كلير ممري ممكن أمسح الصور المخزنة ريسيت سيتينج أرجع الجهاز إلى عددات الأصلية فاكتوري ريسيت اللي هي الريسيت نفسه ريسيت سيتينج بالإضافة لكلير ممري يعني عندما الضغط على ريسيت رح الجهاز يمسح للصور المخزنة بإضافة أنه رح يرجع الإعدادات الأصلية طبعا رجوع للخلف رح نبدأ الآن بالشرع عن نظام الأوتو سيرش نظام الأوتو سيرش نضغط على زر أوكي طبعا نظام الأوتو سيرش خلينا نتعرف الأول عن نظام الأوتو سيرش نظام الأوتو سيرش هو نظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى ولكن هذا النظام الحديث جدا موجود الآن فقط في جهاز أوميغا هذا النظام يساعد المستخدم على الكشف عن المياه من مسافات بعيدة بدون الحاجة للمشي إطلاقا فقط يوقف المستخدم في نقطة معينة يمسك الجهاز بشكل متوازن بزاوية 90 درجة بعد ذلك الجهاز رح يبدأ بالمسح من خلال تعبئة هذه المربعات الموجودة عندي في الأسفل إذا اكتملت رح الجهاز يعطيني النتيجة عندي على الشاشة طبعا نضغط على زر ستارت الجهاز يبدأ بالبحث وتبدأ هذه المربعات مثل ما تكلمنا بالاكتمال حتى الوصول للأخير بعد ذلك رح يعطيك النتيجة في الشاشة بعد ما يعطيني الجهاز النتيجة نضغط على زر الأوكي يعطيك الجهاز أيضا مسافة بينك وبين هذا المياه تتبع المسار لين توصل إلى مكان المياه أيضا يظهر لك على الشاشة طوقائيا عمق المياه أيضا رح في الأخير يعطيك ريبورت على اكتشاف المياه الموجودة عندي في المكان طبعا الآن بعد ما انتهينا من الشرح على نظام الأوتو سيرش نيجي عندنا على المنوة السيرش نضغط على زر أوكي في عندي خيارات الآن ممكن المستخدم نفسه هو يختار نوع المياه اللي يبيكشف عليها ممكن أن أختار مياه فريش ووتر مياه عذبة أو مياه مالحة أو مياه معدنية طبعا أفضلها المياه المعدنية ننزل إلى الأسفل مسافة البحث ممكن أن أختار مية متر مدى أمامي أو ميتين أو ثلاثمية إلى أقصى شيء الفين وميتين وخمسين متر طبعا مثل ما تكلمنا ممكن أن أخلي المسافة الأمامية أقل ممكن أخليها مية متر أو ميتين متر حسب المنطقة اللي ترح تبحث فيها هالهي منطقة صغيرة أو كبيرة الآن أنا أختار أقصى شيء الفين وميتين وخمسين متر العمق عندي أيضا ممكن أن أختار من عشرة إلى خمسمائة متر كحد أقصى من عشرة متر يعني أنا أخلي الجهاز من سطح الأرض لين عشرة متر أو ممكن أخلي العمق أعلى من ذلك عشرين متر أو أربعين متر أو ستين متر إلى أقصى شيء خمسمائة متر طبعا في حال وضعنا العمق على خمسمائة متر معناها أن الجهاز الآن راح يبدأ بالكش من سطح الأرض إلى خمسمائة متر ننتقل إلى ستارت سيرش الجهاز يعطيك الخيارات اللي أنت حددتها يقول لك أنت اخترت مياه معدنية منيرا الووتر الفين ومتين وخمسين متر المسافة الأمامية العمق الأقصى خمسمائة متر نضغط على زر أوكي يعطيك الجهاز مربع يبين لك مسكك الصحيح للجهاز يقول لك أنه لازم تمسك الجهاز على زاوية 90 درجة بهالشكل متوازن الجهاز مو طالع الأعلى ولا نازل للأسفل موافق نضغط على زر ستارت بالإضافة للمؤشر الموجود عنده فيه الوسط هذا المؤشر طبعا يتحرك معاك باتجاه صوب أو باتجاه مكان المياه يعني إذا أنا الآن مشيت وبدأت بالكشف اكتشفي الجهاز المياه راح تشوف أول شيء المؤشرات الموجودة عندي في الأمام الرادارات الهوائية عدد 2 تتوجه باتجاه المياه بالإضافة إلى أن المؤشر الموجود عندي في الوسط أيضا راح يبدأ بالمشي أو تحرك باتجاه نقطة المياه الآن المستخدم راح يبدأ بالمشي على نفس المسار اللي وجهك عليه الجهاز تبدأ بالمشي عند اقترابك قليلا من الهدف راح تشوف الجهاز يبدأ بإصدار تنبيهات صوتية تدلك على أنك أنت الآن باتجاه الصحيح باتجاه الكشف الصحيح بالإضافة إلى أنه راح يعطيك مؤشر في اللون الأزرق راح يظهر عندك في هذا المكان أنك أنت الآن فعلا باتجاه الصحيح وتقطر باتجاه المياه تبدأ بالمشي باتجاه المياه إلى أن تصل عند المياه بعد قطعك المياه راح تشوف أن الرادارات الأمامية والرادار الموجودة عندي في الجهاز راح يبدأوا بالتحريك للوراء على أنك أنت قطعت مكان المياه طبعا في نقطة مهمة أيضا عند اكتشافك المياه وظهور التنبيهات الصوتية بالإضافة للتنبيهات المرئية تظهر عندي في هذا المكان مثل ما تكلم عن نقطة باللون الأزرق والمشي الآن أنت بدأت تمشي باتجاه المياه في حال أنك مشيت باتجاه خاطئ مثلا باتجاه اليمين راح يكون في عندك سهم راح يظهر لك يعطيك علامة على أن الهدف أصبح على يسارك أنت الآن مشيت بشكل خاطئ عاود المشي بشكل صحيح ونفس الشيء إذا تحركت إلى اليسار راح الجهاز يظهر لك سهم يقول لك أنت الآن باتجاه خاطئ عاود المشي إلى اليمين كم المشي لينتصل إلى مكان المياه بعد قطلك للمياه راح يرجع عندك المؤشر للخلف أيضا هذا المؤشر راح يبدأ الرجوع للخلف راح ينقطع الصوت هذا الدليل على أنك أنت الآن قطعت المكان المياه والمياه أصبحت خلفك تماما طبعا بعد الرجوع للكاتلوج والفيديو التعليمه ممكن تأخذ معلومات أكثر عشان تقدر تحصر مكان المياه بشكل صحيح لكن إحنا الآن قاعدين نقدم فقط شرح توضيحي بسيط على الجهاز لا ننسى أيضا نشرح أنه في عندنا في الجهاز بوصلة موجودة عندي في هذا المكان أدن لك على اتجاه المياه أو عفوا على الاتجاهات الأربعة طبعا في عندنا أيضا نقطة التخزين ممكن تخزن أي هدف أنت تكتشفه من خلال هذا الزر من خلال الضغط على زر أوكي بهذا الشكل انتهينا الآن من الشرح على النظام البحث اليدوي طبعا وصلنا الآن للنظام الكشف الجوفيزيائي الموجود في الجهاز تكلمنا من قبل عن أن الجهاز يحتوي ثلاث أنظمة النظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى اليدوي نظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى الطلقاء الآن وصلنا إلى نظام الكشف الجوفيزيائي طبعا نظام الكشف الجوفيزيائي هذه جميع قطع نظام الكشف الجوفيزيائي الوحدة الرئيسية للجهاز موصل الكهرباء أو موصل الكابلات الكهربائية بالإضافة إلى الكابلات الكهربائية الموجودة عندي عددها رقم أربعة طبعا الآن نحن قمنا بتوصيل هذه الكابلات بالجهاز بعد ذلك تتوصل هذه الكابلات الأربعة أو البكرات الأربعة على الأوتاد الأربعة الأوتاد الأربعة طبعا نقوم بزرعها على أربعة زوايا موجودة عندي في المكان بعد ذلك نشغل الجهاز ونبدأ بالكشف في الجهاز والتعرف إذا موجود عندي مياه في المنطقة أو لا رح نبدأ الآن بالشرح على نظام الكشف الجوفيزيائي نظام الجوفيزيكل نضغط على زر أوكي رح الجهاز يعطيك خيار إما البحث عن طريق المربع أو طريق المستطيل أو زرع الأوتاد بشكل طولي يعني ممكن أنا أزرع الأوتاد المعدنية الموجودة عندي في الأرض أزرعها على شكل مربع اثنين مقابل اثنين أو أزرعها بشكل طولي أي تكون بجانب بعض تماما طبعا رح يكون في شرح لاحق بين لكم أنه شو الأفضل أو شو المميزات اللي ممكن تكون في هذا الاختيار أو في هذا الاختيار الآن أنا رح أختار الطريقة المعتادة زرع الأوتاد بشكل مستطيل أو بشكل مربع أضغط على زر أوكي اختيار نوع المياه هل تريد تكشف على المياه جميع نوع المياه أو المياه العذبة أو المالحة أو المعدنية أو كل المياه رح أختار جميع نوع المياه التوصيل الآن الجهاز رح يبدأ بالكشف هل الأوتاد المعدنية متصلة في الأرض بشكل صحيح أو غير متصلة طبعا الأوتاد الآن موجودة عندي على الطاولة فأكيد مو مزروعة في الأرض فأكيد الجهاز رح يعطيني كلهم باللون الأحمر على الشاشة أنها غير متصلة وهذا العملية طبعاً تفيد المستخدم أنه في حال كان موجود عندي أي وتد أو أي بروب معدني إحنا زارعينه في التربة لكنه غير متصل أو غير موصل بشكل صحيح راح الجهاز يعطيك عليه علامة حمراء أنه هذا الوتد غير متصل بشكل صحيح يعني الجهاز ما راح يقول لك لا يوجد مياه لا راح يقول لك أن هذا الوتد غير متصل عاود إزالته من الأرض وزرعه مرة أخرى أيضاً لو كان عندي أي واير مقطوع ممكن الجهاز يقول لك أنه رقم ثلاثة غير متصل ترجع إلى هذا الوتد تحسن الواير حقه ممكن فيه قطع ممكن يحصل معاك هذا الشي خلال استخدام طبعاً لو كان جميع الأوتاد متصلة بشكل صحيح راح الجهاز يعطيك كلهم باللول أخضر أنهم متصلات بشكل صحيح وتضغط على زر أوكي بعد ذلك ستارت سكان تضغط أيضاً على زر أوكي الجهاز الحير راح يبدأ بالبحث طبعاً مثل ما شوفنا يقول لك الأوتاد غير متصلة راح يبدأ الجهاز بالبحث بعد دقيقة طبعاً تقريباً راح تطلع لك النتيجة بالنسبة المئوية هنا على الشاشة رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث رقم اربعة الجهاز راح يعطيك النتائج طبعاً لو ما في مياه راح يعطيك لهم مثلاً صفر في المياه أن هذا المكان كل ما في مياه لو مثلاً في مياه قريباً من الوتد رقم اثنين راح يقول لك مثلاً راح يعطيك أعلى لسبة لهي رقم اثنين ورح يعطيك الجهاز هنا نوع المياه المكتشفة اللي هي مياه معدنية أو عذبة أو مالحة ورح يكتب لك تحت كثافة هذه المياه أو قوة دفع المياه بعد ذلك أيضاً الجهاز راح يعطيك علامة زرقاء راح تظهر عندك ضمن هذا المربع اللي هي تعلمك أو تقول لك وين تحفر بالضب مكان نزوي الحفار يعني إذا الجهاز أعطاك إشارة أن أقوى نقطة للمياه برقم واحد راح تشوف أيضاً الجهاز راح تحطيك نقطة زرقاء قريباً من الوتد رقم واحد بيين لك وين تحفر بالضبط يعني في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان اللي هو مكان نزول الحفار يعني بعد ظهور النقطة الزرقاء في زاوية معينة هذا هو المكان أو مكان نزول الحفار أو نقطة الصفر طبعاً هذا كان شرح مبسط على جهاز أوميغا إن شاء الله تابعوا هذا الفيديو للآخر راح تشوفوا تجربة خارجية على الجهاز حياكم الله و السلامة السلام عليكم مشاهدين الأعزاء احنا اليوم موجودين في منطقة البريمي في سلطنة عمان طبعاً احنا جينا هذا المكان عشان نسوي لكم تجربة على جهاز كشف المياه الجوفية جهاز أوميغا من مصنع جاكس تكنولوجي طبعاً الجهاز مثل ما شرحنا لكم من قبل في المعرض إن الجهاز يحتوي على أنظمة تشغيل حديثة بالإضافة لنظام الكشف الطلقاء أيضاً الحديث الغير موجود في أجهز كشف المياه الأخرى بالإضافة إلى طبعاً بعض التعديلات الجديدة الموجودة في الجهاز بالنسبة لنظام الكشف البروبات اللي هو نظام الكشف الجوف الزيائي طبعاً الحين راح نركب الجهاز مع بعض تركيب الرادارات الهوائية في الجهاز الهوائي رقم واحد الهوائي رقم اثنين طبعاً عندي أيضاً هوائي الاستقطاب العالي يركب عندي في هذا الشكل طبعاً الجهاز الحين جاهز للعمل بالنسبة لنظام الكشف بعيد المدى راح نشتغل أول شيء في نظام الكشف بعيد المدى بعد ما نخلص من هذا النظام راح نبدأ بالعمل بنظام الكشف الجوف الزيائيخ خلينا نبدأ معاكم بالبدأ بنظام الاستشعار عن بعد طبعاً شغلنا الجهاز الحين راح نختار عندي عدة أنظمة كشف موجودة في الجهاز أول شيء راح نختار نظام الاوتو سيرج طبعاً نظام الاوتو سيرج معروف أنه نظام الكشف السريع وهو بإمكانه أن يكشف لك أي نقطة موجودة للمياه في المنطقة بدون المشي بدون التحرك نهائياً في الجهاز أول شيء أثبت يدي بهالشكل مثل ما يقلك الجهاز أنه ممنوع أنك تطلع الجهاز الأعلى أو تنزله للأسفل الجهاز لازم يكون مستقيم في هذا الشكل الرادارات الهوائية ثابتة عندي بهالشكل نضغط على زر أوكي الجهاز الحين قاعد يبحث طبعاً راح ننتظر على الجهاز عدة ثواني اللين تعبى عندي هذه المربعات الموجودة عندي في هالمكان بعد ذلك راح الجهاز نفسه راح يقلك إذا موجود عندك ماي في المنطقة أو لا الجهاز مكتشف لي مياه معدنية موجود عندي في هذا المكان مياه معدنية وأيضاً مياه عذبة بإمكاني أن أختار اختيار المياه المعدنية طبعاً نمسك الجهاز بهذا الشكل نضغط على زر الأوكي بعد ما نحددها في هالشكل نبتعد خمسة وعشرين متر راح الجهاز نفسه يحدد أول شيء مثل ما نشوف الصوت اتجاه الهدف الموجود عندي موجود في هذا المسار طبعاً الحين راح نبدأ العمل بنظام المنو والسيرش راح نختار نوع المياه اللي احنا نريد نبحث عليها اللي هي فريش ووتر مياه معدنية أو نبحث على عفون مياه عذبة أو سلتي ووتر مياه مالحة أو مينرال ووتر مياه معدنية طبعاً في عندي أيضاً اللي هي كل أنواع المياه الحين أنا راح أختار كل أنواع المياه عندي خيارات المسافة الأمامية ممكن أخليها مئة متر لين؟ شرحنا عنها في السابق الفين ومئتين وخمسين متر وحين أنا بخليها بس مئة متر عشان الجهاز ما يكتشف المياه من أماكن أبعد العمق خليه لين؟ مئة وستين متر الحين نعطيه ستارت سيرش نبدأ عمل مع الجهاز طبعاً مثل ما نشوف أن الجهاز في عندي مؤشر في الشاشة هذا المؤشر وين ما يكون في عندي مكان للمياه راح المؤشر فيها الشاشة يعطيني إشارة باتجاه صوب المياه يعني إذا أنا موجود بهذه الجهة والجهاز اكتشف لي مياه راح المؤشر اللي في الأمام يتحرك باتجاه المياه بالإضافة أنه مثل ما نشوف في الحين المؤشر البيان الموجود عندي وحاولت أني يتوجه أيضاً إلى الزاوية اليمينية أن المياه الموجودة عندي الحين لو غيرت المسار ومشيت فية مؤشر راح نبدأ ينشوف الحين أن الجهاز أيضاً يتوجه بالتجاه مكان المياه بهذا الشكل الجهاز الحين يعطني توجه هل يتوجه القل incur أنه هل موجوده على يسارك ويعطيك إشارة في الشاشة على أنه المياه موجوده عاق باتجاهك اليسار طبعاً من هذaide التجاه الجهاز هي قل لو راح يمين من هذا تجاه الجهاز يقول لك روح يسار الحين احنا راح نمشي في الوسط ونشوف الجهاز كيف راح يوديني الى مكان المياه راح نبدأ في المشي يمين يسار راح الجهاز يستقر للامام مجرد ان اقتربنا من مكان وجود المياه راح تشوف الجهاز فورا يعطيك اشارة على اكتشاف المياه في هذا المسار شوف الحين لو حركت الرادار يمين او يسار راح تتغير الاشارة الحين انا باتجاه المياه الجهاز يقول لك روح سيدة بهذا الصوب ان هذا المياه بهذا الاتجاه اذا تحركت الى الزاوية اليمينية راح نشوف ان الجهاز اعطاك مؤشر خاطئ تماما ويقول لك روح الى اليسار المياه الحين اصبحت على يسارك مو بهذا الصوب الحين اذا رجعنا الوسط الى مكان المياه راح يرجع الجهاز يعطيني اشارة اكتشاف المياه ان المياه امامي تماما ونفس الشي في حال انه اتحركنا بهذا الاتجاه يبدأ يعطيني اشارة طبعا الرادار اول شي راح يتحرك باتجاه المياه الرادار اللي في الامام ثانيا الجهاز نفسه يقل لي ان المياه اصبحت على يمينك في مؤشر الحين ظهر لي يقل لي المياه ايضا موجودة على يمينك راح نعدل اتجاهنا ونمشي باتجاه المياه الصحيح ما زال الجهاز طبعا مثل ما تكلمنا يرشدني الى الامام ان المياه باتجاه صحيح او ان الجهاز باتجاه صحيح الحين اذا انا مشيت باتجاه معاكس غير هذا الاتجاه راح الجهاز يعطيني اشارة ان المياه اصبحت خلفي تماما والجهاز الحين نفسه يصدر لك اشارة ان المياه اصبحت خلفك الحين اذا انا عاكست مكان وجود المياه ومشيت مع المياه من هذا الصوب راح نشوف ان الجهاز يعطيني اشارة خصوصا لما نكون موجودين فوق مكان المياه تماما راح الجهاز يصدر اشارة متواصلة ان احنا الان تماما فوق مكان المياه تلاحظ اذا تحركنا الى اليسار بشكل بسيط راح يرجع الجهاز يقلك ان المياه على يمينك واذا تحركنا بهذا الصوب ايضا راح الجهاز يرجع اشارة قالك ان المياه على يسارك وراح الرادار ايضا اللي في الاعلى يتحرك باتجاه مكان المياه هذا بالنسبة لنظام الكشف بعيد المدى الان راح نشغل معانا في الجهاز نظام الكشف الجوف الزيائي ونزرع الاوتات في الارض ونشوف كيف الجهاز راح يكشف لي المياه موسيقى طبعا الان مثل ما شفنا في الصور قبل شوي قمنا بزرع الاوتاد على اربعة زوايا حول البئر الموجود عندي طبعا هذه النقطة الاولى عندي ايضا النقطة الثانية موجودة في هذا المكان طبعا وضعنا القليل من الماء قبل تنزيل البروب في التربة لان المياه مقوية للاشارة ايضا هذا البروب الرابع طبعا البروب المقصود فيه اللي هو الوتد المعدني اللي ينزل في التربة لاجي القياس الاشارة الان نرجع للجهاز رجعنا الى الجهاز طبعا نبدأ بتشغيل الجهاز والبحث بنظام الجوف الزيائي طبعا عندي خيار البحث الجوف الزيائي ندخل على هذا الخيار في عندي عدة خيارات في الجهاز مثل ما ذكرنا في الفيديو السابق ان في امكانية البحث بين اربعة اوتاد بشكل مربع او اربعة اوتاد بشكل طولي احنا الان راح نختار اربعة اوتاد على شكل مربع ومستطيل كل انواع المياه الحين الجهاز طبعا قاعدة قيس لبروبات الارضية وشوف هل هي متصلة في الارض بشكل صحيح او لا طبعا الحين واحد متصل اثنين ثلاث اربعة كلهم متصلين بشكل صحيح بعد ذلك نعطيه اوكي قل لي الخيارات اللي انا اخترتها قل له نعم الحين الجهاز يبدع في البحث طبعا الجهاز ياخد تقريبا دقيقة الى ان يقوم بقياس المنطقة بشكل دقيق طبعا الجهاز انتهى الان من قياس رقم واحد هي اللي انا في موي نسبته ثلاث وستين في الامية رقم اثنين في تسعة في الامية رقم ثلاث ما في موي رقم اربعة في مياه كثافته ست وثلاثين في الامية طبعا الان نضغط على او بدون ما نضغط الحين على اي زر حين الجهاز اعطاني النتيجة مباشرة نقلي نوع المياه الموجودة هي مينيرال ووتر مياه معدني فعلا هذا المياه صالحة للشرب الموجودة عندي في هذا المكان العمق هذا المياه الموجودة بين ثمانين الى مية متر نسبة كثافة المياه الموجودة عندي هي خمس وسبعين في المية طبعا هذي خمس وسبعين في المية احنا طبعا قمنا في السؤال اصحاب المزرعة اخبرونا طبعا ان نسبة كثافة المياه الموجودة عندي في هذا المكان هي بقوة ثلاثة انش تقريبا فالجهاز الحين اعطاني نسبة خمس وسبعين في المية وهذا البئر قوة دفعة ثلاثة انش طبعا ممكن لو كانت المياه كثافته اكثر الجهاز راح يعطيني هنا نسبة اعلى احنا حبينا نوضح لكم هذا المثال عشان يفيدكم في عمليات التنقيب طبعا اقدر اخزن عندي هذا النتيجة تخزنت عندي طبعا نقطة مهمة جدا ايضا الجهاز ايضا يعطيني نقطة زرقاء موجودة عندي في هذا المكان هذا النقطة توضح لك مكان الحفر وين وين المكان اللي انت تحفر فيه الحين الجهاز يقول لك الحفر تماما هو بجانب الوتد واحد في هذا الشكل في هذا المكان طبعا اذا كان الحفر او مكان المياه هو في هذا المكان راح الجهاز يعطيني النقطة الزرقاء في هذا المكان او في هدا المكان في اي مكان موجود المياه تماما ضمن هذا المروع تنقطة ought shapeا راح تكون مو متحركة طبعا التحرك هذا مو بس على المسارات هذه اللي مرسومة لا حتى داخلها على هذا اللون الابيض اذا نشوفه يعني هو يعطيك وين تحفر بال الضبط باي جزء داخل هذا المربع طبعا احنا نرجع مて نشوف الوتد واحد أي واحد منهم وين ممدود وهذا نقطة الحفر بجانب الرقم واحد في هذا المكان طبعا حبينا نسوي لكم هذا الفيديو التجريبي لهذا الجهاز ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح ان شاء الله راح نكون معاكم في فيديوهات اخرى واهلا وسهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة